انا عايزة بس في جزئية دكتور في الحوار حيك يعني قلتيها وعايزة رجع عليها تانية لانها موجودة في بيوت كتير وبدأت في هذا العصر تزيد وانا معرفش ايه سببها بالذات لان تروع بلينا الابهات بالنسبة لنا ما كانوش بعملوا كده فاجيالنا واجيالنا قبل كده الاب واللي عنده بنت بالذات بيبقى ما بتخش في سن المراهقة بيبقى مش عاوز يحضنها ولا يطبطب عليها من باب ان هو ايه ما يصحش وعيب فبتبدأ هو بقى مش فاهم انها بتبدأ تدور على مشاعر تانية خالص في عوضية برا برافو صح فانا الجزء ده ممكن هو مش بعيد عن موضوعنا بس انا عاوز الابهات اللي بتعمل كده من اللي بتحضنش بناتها وتطبطب عليهم دي بنتك بصي فيه احضان مزعجة للمراهقات وفيه احضان لطيفة بمعنى يعني ايه انا ممكن احضن بالجنب مش لازم احضن بالسدر ده موضوع مهم جدا اه فبالجنب ده ممكن احضن ممكن اقول ايه الامر دي انتي امر ايه الجمال ده مبقاش ضربة تكشيرة وورايا لستة اوامر بنفزها واشكر في حاجات فيها مش بس شكلها فكرها اخلاقها دينها هبوس راسها وتطبطب على راسها بالضبط لما سات بسيطة فانا بتطبطب على نفسيتها بالاطراء وانا انا اقول لها دي انا بحبها وبطبطب على جسدها ان هي تحس بالدفقة ملحز عينها ولا حرمها من حنيتي بالضبط ودائما اقول للاباء اللي بيجول يا عصبيين مع بناتهم اقول له ما تطلعش بنتك من بيتك جعانة حب هتدور عليه في اي اتجاه ويا ترى هتدفع تمن الحب ده من شرفك اسأل نفسك الله على الرد بالضبط شكرك لانه البنت هنا بتنقص قيمتها قدام نفسها بتحس ان هي ملهاش قيمة وان هي مش مرغوب فيها فبالتالي بتروح تتسوى للعلاقات العاطفية برافو وده فعلا انا شفت احيانا وتقول لي بقى لو هي متغازة من باباها انا بعدت صور لأكتر من ولد صور مش مناسبة بلبس غير مناسب لأكتر من ولد انتقاما باللفز انتقاما بابايا القاسي اللي بيدربني وبيزعقلي وانا فجئت كانت بنت 14 سنة انا تخضيت ان هي عارفة هي بتعمل ايه وانا بقولها ده غلط قالت لي اصلا بنتقم يعني ده مؤلم جدا